عايشوا الحاجة على عمر مرموش هو مبارح هو ده عمر مرموش هده في الدولة الألمانية هو ده عمر مرموش مكسر في الدنيا في أوروبا مستنينوا بقى جولين وأسست زي بار مني مستنينوا بقى يطلع نور منبو وعلى فكرة الناس عندها حق بس فيه فرق كبير قوي بأن عمر مرموش بيلعب في ألمانيا كفرود أو كشادوسترايكر مهاجم تاني وأننا أخذه في منتخب مصر لعب ورد هرب أساسي الموضوع مختلف تماما لأن أنت ما بتيجي تلعب في ألمانيا فرقة فرانكفورت هي فرقة تحولات فدايما عمر مرموش شفنا جوان بتاع باير مينوخ تكلمني عليها كل نان شفيته الرجل بيجي دايما من الطرف يعني بيجي ياسد الكرة وبعد كده الكرة بتتلعب له في المساحة بيسبق أي حد لغات لما سبق أو ميكانه كل ده شفناه بس في المساحات الصغيرة أول ما تخلي مرموش ده مش تاخد منه أي حاجة انت رميت مرموش في الحتة اللي بيترمي فيها راس حربة رقم تسعة صريح والناس استنت حاجة فهو ده اللي حصل تعال نشوف باللقط إيه اللي حصل وليه متخب مصر ما استفدش من عمر مرموش خب بالك إنه برضو مصطفى محمد كان عنده شد خفيف فهو ده سبب غيابه من بداية المباراة يعني أعتقد هو كان مضطر إنه وجهة نظر يهو كان أفضل يلعب وينج ومصطفى محمد هو اللي يكون فرود لأن عمر مرموش يحب ياخد الكرة في رجله ويحب يروح أول كرة في المطش واللي قولنا بقى ده تمام أول كابتن حسام حسن ودي كرة الوحيدة اللي جات لعمر مرموش بالطريقة اللي احنا عاوزين عمر مرموش فيها هنا استلم عمر مرموش الكرة في وسط الملعب بص يا كريم أول ما يستلم الكرة نشوف الفريم اللي بعده عطول أول ما مرموش هيستلم هيسلم على طول الراجل اللي في وشه أعتقد هيبقى محمد عبد المنعم أول محمد حمدي أول محمد حمدي بص مع عمر مرموش فين بالتدى بقى عمر مرموش اللي احنا عارفين وياخد الكرة في سبرينت في المساحة يسبقى أي حد أول اللي شوف الفريم اللي بعده محمد حمدي هيلعب الكرة في المساحة الفاضية لعمر مرموش هتتلاقى بالكرة كالعادة أكيد عمر مرموش وسط الثلاثة هيسبق وياخد الكرة ومستلم بوشه وفيش أي حاجة بعد كده هيرجع يرقص هيحاول أنه يخش جوه عمق الملعب تاني هيعمل حاجة من حاجتين يا الراجل مميز جداً في موضوع التسديد يالي يلعب بص محمد صلحت قطعت هل الكرة دي تكررت في الماتش؟ لا تعالوا بقى نتفرج على عمر مرموش في الماتش طول الماتش كان عامل إزاي بص عمر مرموش هنا يا كريم بينزل يستلم في المكان زحمة جداً مش المكان بتاعه فأول ما عمر مرموش هيمس الكرة زي ما قلت لك اتنين بتاع نص الملعب لأي حد هينزل ما بين الخطوط هينزله له فعمر مرموش أول ما يجي يلعب الباص في الزحمة الكرة اتعلم دي مش حت عمر مرموش الصورة اللي بعدها نفس الكلام برضو رامي ربيع هياخد الكرة مين هينزل ياخد من رامي ربيع هينزل عمر مرموش فأول ما عمر مرموش نزل في الزحمة ظهروا فينا يا كريم ظهروا لجون مش بتاعتوا الحتة دي فأول ما يستلم الكرة هيجي يطلع ميس باص تاني تعالوا بقى وريك كرة عشان نعرف برضو ان منتخب مصر ينقصوا اللاعب اللي عنده كرياتيفتي او اللي عنده الجرأة وان يلعب الكور الطويلة نفس الكلام دي كرة الاخرانية قبل ما اقولك عليها نفس الكلام برضو عمر مرموش هياخد الكرة وهيلعب في الزحمة كل ده بعيد عن مطرتك زق وبعيد عن خطورة عمر مرموش موجة نظري في زحمة خلي عمر مرموش على الطرف هتلعب على التحولات خلي يا سيدي عمر مرموش فيه ده قاعد مصطفى محمد بص بقى للكورة دي لحظة واحدة نرجع 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 في ريمين بالسرعة قبلها ايوة هنا بص عمر مرموش فينا يا كريم هنا هنا خط تدفاع منتخب مرتاني زائق وهو ده اللي كانت تحسن مازا كان مستنيه كل المطلوب انه نلعب الكورة في ظهر الدفاع لعمر مرموش هنا عمر بدأ يتحرك صاحب كويس جدا عشان يلعب الكورة وبيشاور اللي محمد عبد المنعم ملعبش الكورة هنا اللي كان نلقص منتخب مصر مبرح القرار السريع فبص بدأ عمر مرموش يشوح كان مداء جدا وزعلان جدا ان الكورة ما رأيتلوش انا مستنيها او الله يا كريم حتى بص البص اللي بعده اصلا لما يطلع لتريزي جي عاوز اواريك عمر مرموش لسه برضو عمالي ده بدب بايده اول ما تريزي ياخد الكورة اصلا عمر مرموش طلع بره اللعب مجريش بص هنا كريم بص المحمد عبد المنعم زعلان منه فيبني زي الفريم اللي بعده كمان هتلاقي ان هو برضو مدائل الكورة ما تلاقي انه ليه حتتي انه ما هتحطيني في الزحمة مش هتلاقيني هنا بقى لما الراجل وده وينج الشوت التاني نرجع فيريم قبل هنا ما كانوا تغير مصطفى محمد بقى فيروت عمر مرموش جيه عالطار في الزحمة تعالي شوفه عمر مرموش هيعمل اي هياخد الكورة عمر مرموش زحمة ولكن هيعرف يحل لك اي مشكلة بسبب المرأة اللي عنده تشوف خد الكورة زق عدم الاولاني هيخش مفيش عنده اي مشكلة لغاية لما ياخد فاول فاول خطر لمنتخب مصطف كورة اللي بعدها الكورة الاخيرة نفس الكلام برضو محمد حمد يسلم عمر مرموش وصد كم واحد يا كريم على عمر مرموش واحد اتنين تلات نكمل الفريم اللي بعده عمر مرموش هياخد الكورة هيخش وسط التلاتة هيزق ما عندهش اي مشكلة رأس الاولاني والتاني هيخش في الزحمة لغاية لما يعدي من الاربعة ويسلم الكرة لمحمد حمدي عشان يعمل اوفر. فانا وجيت نظري بس في المباراة بتاعت انبارة حاجتين. حاجة الاولان ايه? لو انت قابلت مشكلة في التكتلات ما تخليش عمر مرموش فروت. لان الكرة حتى كمان لما تلعب الكرة عرضية مصطفى محمد بقى افضل منك. ده رقم واحد ده رقم اتنين. مش لازم زيزو يبقى موجود في الحتة دي. ايه اللي بالطريقة زي ماتش غينية? لعب زيزو ونزل مصطفى فتحي في الزحمة دي جنب محمد صلاح. يعني انت هتزيزو من الوينج. خلي زيزو هو اللي باك. وطلع مصطفى فتحي في الزحمة دي قدر يحللك المشاكل. انا ما غير كده اكيد مغروبك لمنتخب مصر. خايش. وبالتوفيق ان شاء الله في اللي جانب. شكرا.